هو مين وراء إشاعة مرض تامر حسني؟ ومين اللي بيلاحق تامر حسني وعمله مشاكل كبيرة في حياته الشخصية؟ يلا قل لكم الحكاية وصدق أو لا تصدق مع الصحفي أحمد الجدين مطربة مغربية اسمها جليلة عمرها 35 سنة وكانت هي وراء شائعة مرض تامر حسني وهي اللي عاملة لتامر حسني مشاكل كبيرة في حياته جليلة أو جليلة هي الست اللي ظهرت السنة اللي فاتت أو اللي قبلها بعد إشاعات انفصال تامر حسني عن زوجته باسمة بوسيل واللي نفاها بعد كده وكانت مجرد مشاكل تم الصلح فيها وظهرت وهي الترقص على أغنية من أغاني حسيني الجسمي ونوهت إن سبب فرحتها خبر حلو عرفته ويتقصد خبر طلاق تامر حسني جليلة رغم إنها مغربية إلى إنها بتعيش في دبي وبتقدم أغاني خليجية وتردد على لسانها إنها كانت مرتبطة بتامر حسني ولكن الفنان تامر حسني نفى الموضوع جملة وتفصيلا وهي دي كانت السبب في الإشاعة اللي خرجت مؤخرا إن تامر حسني غايبوبة رغم إنه بيصور فيلم جديد شكرا للمشاهدة